تحياتي الآن في سوق الانتقالات دائما في إشاعات وفي أخبار انتقالات كثيرة بس خلينا نوقف هنا بفيديو مختلف عن هذه طبيعة التناول لهذه الإشاعات ونصنفها لأنواع عشان نفهم كيف بتصير في الإعلام يعني من باب اطلاع الواحد على العملية والصحافة اللي بنشتغل فيها هي أنواع الإشاعة والنوع الأول منها الحقيقية عن جد يعني والله وكيل أعمال أعطى معلومة صادقة لصحفي طرف بالنادي أعطى معلومة صادقة لصحفي اللاعب أو حدا مقرب منه أعطى معلومة صادقة لصحفي هي إشاعة حقية لكن حتى لو ما صارت صفقة هذا شيء طبيعي تبقى خبر حقيقي خبر له مصداقية لأنه في النهاية الصفقات فعليا هي خمس أطراف ممكن واحد منها يخربها اللاعب أو عيلة اللاعب أو وكيل الأعمال أو النادي الأول أو النادي اللي بدي يشتري إذن فيه خمس أطراف ممكن يتفاوضوا أو ممكن واحد منهم يقول لا ويأثر كثير على مسار الصفقة بس هذا النوع من الإشاعات نوع واضح أنه فيه مصداقية حتى لو ما تمت النوع الثاني يسمى الإشاعة التحليلية هذه إشاعة بيجوا صحفيين بدهم يعبوا صفحات معينة أو مواقع معينة ولا بشوفوا ريال مدريد نقصوا لعب خط وصف متأخر فبنزدوا تقرير ريال مدريد يلاحق ثلاث فلاعبين بخط وصف متأخر وبحطوا ثلاث لعيبة شايفينهم من مستوى ريال مدريد الآن هذه إشاعة تحليلية الإشاعة التحليلية شو مشكلتها؟ أنا فعليها ملهاش مصدر لكن تبدو صادقة تبدو ممطنع على الجميع شو اللي ممكن يصير بعدها؟ اللي ممكن يصير بعدها مرة أرسن فينجر حكى عنها قال يوما ما ربطوني بلاعب ولم يذكر اسم اللاعب قال فاكتشفت أن ولا اللاعب مفيد لألي أنا ما كنت أعرف فعمل له سكاوتينج اشترا الآن ممكن هذا اللي يصير فعلا الآن دي تلكفت للاعب تروح تشتريه من وراء الإشاعة التحليلية المنطقية وممكن يصير العكس يروح نادي منافس لهذا الفريق ينتبه لإسم اللاعب ويراقبه ويشتري هذا النوع من الإشاعات موجود كثير في الصحافة العالمية النوع الثالث من الإشاعات إشاعات وكلاء الأعمال اللي هي بتكون إما مقصودة أو غير مقصودة في التسريب يعني بيكون الصحفي عارف أنه بيسرب قبر مش صحيح أو أنه انضحك عليه هذا النوع من الإشاعات هو بيكون وكيل الأعمال إما بديل في الانتباه نادي معين للاعبه مثلا لنفروتبول بوغبا بده ريال مدريد فالوكيل بيطلب من صحفيين معينين أو بيسرب خبر لصحفيين معينين والله ريال مدريد مهتم في بوغبا فبينزدوا والله مصادر كذا 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 فبتكون رسالة ريال مدريد بيثهمها أنه بوغبا عم بيغازلهم فبيصير فيه نوع من التواصل أو من التحركات فيه نوع تاني والله بضغط على نادي معين عشان بدي عقد جديد أو بدي اللاعب يطلع بس هذا النوع بيستخدموه شغلة اللاعب يطلع الاندي الأكثر يعني بصير الاندي تحكي اللاعب طلب الرحيل الآن اللاعب مش مرتاح مع مدربه الاندي بتسرب هيك أنواع من الأخبار أيضا عبر صحفيين مقربين منها لنوع من إنها إما تتجبر اللاعب يطلع أو تفهموا إنها لم يعد إلو حاجة هذا هو النوع الثالث من الإشاعات اللي الاندي أو وكلاء الأعمال أو اللاعبين بيسربوا بغاية معينة مش غاية حقية يعني بمكن يسربوا خبر معين هو ملهوش حقيقة لكن إنهم هدف فيه وإما الصحفي بيكون عارف شو عم بيعمل وبيأخد خبر عارف إنه أساسا غير حقيقي وبيلشره أو إنه فعلا بيكون وقع بالفق النوع الرابع من الإشاعات اللي هو إشاعة واحد من رأسه هايكا مثلا ريال مدريد يهتم بدياغو فورلم طيب بساطة خلص من رأسه نزل هذا مش موجود بكل الصحف يعني هذا موجود بصحف كثير معينة ومعروفة يعني زي مترو ديالستار هدول بتلقى عندهم شطحات غريبة باقي الصحف اللي بنعرفها دائما مفروض يعني لها ألية توثيق معينة للأخبار بس فيه شغلة بتصير عندنا لما نترجم عربيا لما نترجم عربيا من صحف إسبانية إيطالية إنجليزية شو ما كانت للعربي الناس بتنقل بعض الأحيان التقارير التحليلات على شكل الخبر فبتقول ذكرت صحيفة كذا كذا أن لدي فلان وضع قائمة من 99 لعد هو فعليا التقرير بيكون منطقي بيكون تقرير طبيعي تقرير من وجهة نظر في وجهة نظر في تحليل ليس خبر فلما ينطق العربيا يبدو كخبر فيبدو الكلام على إنه خبر الآن هذه مسألة نقل بالترجمة لازم تكون أيضا دقيقة إذا هم أربع نواع من الإشاعات إشاعة حقية حتى لو ما تمت إشاعة تحليلية ممكن حتى تخلق خبر لاحقا ويصير حقيقة وإشاعة تستخدم فيها الصحفيين والإعلاميين إما عن علم أو غير علم لتحقيق أهداف معينة عقد جديد دفع لاعب بالرحيل تلميح لفريق آخر والإشاعة الرابعة واللي هي أيضا موجودة في بعض الصحف والمواقع اللي هي إشاعة ملهاش أساس أساسا ولما تقرأها بتقول مستحيل هذه الأنواع مشكركم للاستماع واشتركوا بقناة سيفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا